يواصل حجاج بيت الله الحرام قضاء يوم التروية بمشعر ميناء اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتوجه ضيوف الرحمن مساء اليوم إلى صعيد عرفات استعدادا للوقوف به غدا والذي يعتبر ركن الحج الأعظم هذا واستعدت مخيمات حجاج القرعة بصعيد عرفات الطاهر لاستقبال عشرة ألاف وتسعمائة وتسعين حاجا من حجاج القرعة وتم وضع لمسات نهائية للمخيمات اشتركوا في القناة